موسى أحبائي رجل الله بكل معنى الكلمة كليم الله لأنه استطاع أن يكلم الله وجها لوجه والكتاب يتكلم عن موسى أنه صعد إلى جبل الله جبل حريب جبل سيناء وهناك من خلال عهد الله تواصل مع موسى وهناك أيضا موسى شاف مجد الله والرب أعطى موسى الوصاية العشر على لوحين وكان موسى مع الرب لمدة أربعين يوم وأربعين ليلة في محضر الله أخيرا قال الرب لموسى أن ينزل لأن شعبه عم بيعمل خطية فضيعة وشنيعة خطية أثيمة جدا وهذه الخطية رغم أنه شافوا مجد الله شافوا الضربات على مصر شافوا كيف الله شق البحر الأحمر وشافوا كيف الله بيهديهم بعمود من نار وعمود من سحاب شافوا كيف الله بيهتم بإحتياجاتهم من الخبز والماء فسرعان ما نسوا الله وصنعوا عجل من ذهب يعني أحد آلهة المصريين وابتدأوا يرقصوا وابتدأوا يسجدوا ويعبدوا هذا طبعا التمثال اللي هو البقرة الذهبية فموسى عندما نزل غضب وكسر الوصاية وفعلا كان لازم يتعامل مع الخطية لكن لاحظ من خلال صلاة موسى بقول له في آية 32 في خروج 32 بقول له أخطأ هذا الشعب خطية عظيمة وصنعوا لأنفسهم آلهة من ذهب والآن إن غفرت خطيتهم وإلا فامحني من كتابك الذي كتبت فقال الرب لموسى من أخطأ إلي أمحوه من كتابي ولاحظ هذا الكلام لما رجع موسى يتحدث مع الله لكن قبل هذا الكلام الله بيكلم موسى بيقول رأيت هذا الشعب وإذا هو الشعب صلب الرقبة فالآن أتركني ليحمى غضب عليهم وأفنيهم فأسيرك شعبا عظيما فتضرع هنا الصلاة الشفعية موسى أمام الرب إلهي وقال لماذا يحمى غضبك على شعبك الذي أخرجته من غضب ليه يعني تغضب على هذا الشعب واحد اتنين لماذا يتكلم المصريون قائلين أخرجهم بخبث وحاشى لله أن يكون ماكر ليقتلهم في الجبال ثلاثة بقوله ارجع عن حمو غضبك أربعة بقوله اذكر المثاق يعني العهد مع إبراهيم إسحاق وإسرائيل اللي انت حلفت بنفسك أنك تعطيهم الأرض فرجع الرب عن هذا الشر صلاة موسى الشفاعية استطاعت أنه فعلا توقف الغضب الإلهي موسيقى